موسيقى مشاهدين أهلا بكم إلى هذه النشرة الاقتصادية من قناتكم أفاد التقرير السنوي لبنك المغرب حول الوضعيات الاقتصادية والنقدية والمالية الذي قدمه والي بنك المغرب عبداللطيف الجوهري لصاحب الجلالة الملك محمد الانسادس بأن عائدات الاستثمارات الأجنبية المباشرة سجلت ارتفاعا ووصلت نسبة هذا الارتفاع إلى 22.7% لتصل إلى 31.9 مليار درهم أي ما يعادل 2.5% من النتجة الداخلية الخام مقابل 2.3% خلال سنة 2020 أطلقت مديرية الخزينة والمالية الخارجية عمليتي توظيف مالي لفائدة الخزينة بمبلغ إجمالي قدره 2.75 مليار درهم وفي بلاغ أوضحت المديرية أن العملية الأولى تتعلق بمبلغ ملياري درهم لمدة يوم واحد بمعدل فائدة متوسط نسبته 1.47% أما العملية الثانية فتهم 750 مليون درهم لمدة يوم واحد بسعر فائدة متوسط نسبته 1.5% نوليا أغلقت بورسة وولستريت منخفضة بعد جلسة متقلبة يوم أمس إذ غلطت خسائر لأسهم الطاقة على مكاسب لسهم بوينغ بينما عمد المستثمرون إلى توخي الحذر بعد أن سجلت سوق الأسهم الأمريكية أكبر شهر من المكاسب في عامين وتخلت الأسهم عن بعض مكاسبها القوية من الأسبوع الماضي والتي جاءت بدافع من رهانات على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي قد لا يحتاج لزيادات كبيرة في أسعار الفائدة مثل ما يخشى البعض في خبر آخر ترجع تسعار النفط الاثنين بعدما أتار دعف البيانات الاقتصادية الصينية مخاوفة حيار الطلب في أكبر مستورد للخام في العالم بينما تستعيد مجموعة أوبيك بلاس لكبار المنتجين لاتخاذ قرار بشأن الإنتاجي الأربعاء وترجع خام غرب تكساس الوسيط المرجعي بنسبة 5% إلى 93.69 دولارا للبرميل بينما ترجع خام برينت المرجعي الدولي بنحو 4% إلى أقل بقليل من 100 دولار نهاية نشر الاقتصادية لهذا اليوم نلتقي بعد قليل في موجز الأهم الأنباء سكرا لكم إلى اللقاء